مساء الخير بمذكرة توقيف وجاهية سياسية إدارية أصدرها سهيل بوجي أطبق على إبراهيم بشير والسيدة حرمه واستدعيت النيابات العامة عدليا وماليا وجنائيا للتحقيق مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة وزوجته الذين أوقفا على ذمة البوجي التحقيقات رهن بوقائعها ومستنداتها وقد يتوصل القضاء إلى إدانة البشير الذي سيطلب الإغاثة وليجدها في أي هيئة سياسية بعدما قررت السرايا رفع الغطاء عنه وتجريده من الحصانة الموصوفة وتزامنا ليوم التحقيقات الطويل دهم منزل البشير لإزالة أي أثار قد تترتب على الأمين العام الدائم لمجلس الوزراء بعدما كان البشير قد عزم على عبارة علي وعلى أعدائي مهددا سهيل الموجي بملفات محرجة وبالغارة الأمنية على المنزل ربما جرى محول بصمات المرافقة لإجراء مسلكي آخر قضى بمذكرة حكومية منعت على البشير كشف المستور المغارة فتحت لكن على البشير من دون الأربعين حرامي ومن الاختلاسات المالية إلى اختلاس النظرات إلى الحكومة اللبنانية من المنتديات السعودية حيث التقى الرئيس ميشيل سليمان الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز عن الجانب اللبناني حضر وفد إداري وعن الجانب السعودي شارك في اللقاء الرئيس سعد الحريري متوسطا ولي العهد الأمير سلمان ووزير الخارجية سعود الفيصل ومستشار الملك مغر بن عبدالعزيز وعددا من أمراء المدن نتائج مباحثات الرياض لن تتضح قبل فضي أوراقها في بيروت ومعرفة مدى عكاسها على أزمة تأليف الحكومة انفراجا أو بقاءا للوضع على ما هو عليه اللبنانيون المختلفون على جنس الحكومة وحدهم اليوم التجسس الإسرائيلي عندما اكتشفوا في لجلة الأعلام والاتصالات النيابية أن إسرائيل لا تميز في تجسسها بين أزرق وبرتقالي وأصفر وكلهم عند العدو أعداء مستباحون من الاتصالات إلى المملكات سوريا انتهى العصف الفكري لمعارضة اسطنبول على قرار المشاركة في جناف بعد تخفيف سقف الشروط وحال الميادين القطالية بين الفصائل المعارضة في الداخل السوري ترجمت في الفنادق التركية في سوريا يتنحرون على السيطرة وفي الأتلات يشتغل ضرب الكفوف ويد أحمد الجربة تصفع خد لؤي المقداد ترجمة نانسي قنقر